قالت أنا غنصيفتك عند واحد السيد وغيديرك حارج شخصي اللي غوصل غيدير لك تاسد وانت خاصتك تنجح فيه هادي أول خطوة وثاني خطوة هي خاصتك تقرم منه باش يعطيك أسرار ومنها غيوريك بلاسة الخزمة وديك ساعان تعارف الباقي وانا غنكون مواكبة لك كملت معاها العذرة وفعلا دك شي لدرت مشيت عن تاكسي يد ودار ليتاج ونجحت ودخلت للأقصر وكسبت ود البوس وولا تايق فيه بالزال خصوصا بعد ما بحت في الماضي ديالي وعرف أني قاتل مأجور واني عمري مخويت بالزبائن ديالي حس بالأمان معايا وأنه ما يمكنش حدي أديه إلى أنا معاه قلت وشنو المطلوب مني أنا وهو يقول أنا لحد الآن ما قدرتش نوصل لديك الخزمة خاسكي تعاونيني أنا غندخلك لأقصر تكوني من المساعدات ديالي وأنا طايق فيك غدت نجحي قلت لي انت اللي دكي وما قدرتيش نقدر أنا قال ما تخافيش أنا ديما معاك ما عليك غطرت قوديك وتجيبي لي أخبار وتجيبي لي معاه الهضرة حي بدك الشارب كي يحجبو يهضر مع البنات ويديوها علاقة عقله إلا كان بقالو شي عقل قلت ياسم ما بقيتش بغى نشوفك أنا ما موافقاش سلامة نطت وخليت وتابعني بعينيه ما تحركش من براستو أنا غادو مصدومة من هاتشي اللي سمعت أكيد كي ما قالت ياسمينا ما كي ناشي حاجة في الدنيا بدون مقابل مشيت قلبي مقطع واش على آخر أيامي غنولي شريكة قاتل مأجور ولكن هو ما طلبش مني نقتل واحتى هو ما باغيش يقتل بقيت كنت نشى وما عرفتش نديل الأول مرة كنفكر بعدنا غنعود له كل شي وهو غيحميني مني غنعود له اه نعود له حتى كان سمع ايش نويا الديري تلفت بالخلعة هيدا كان ياسر قلت ياسر أنا وهو يقول يومنا ما تنسيش باللي مسمين علي القلب الميت خافي على راسك مني وعيدي حساباتك واختاري إما تعيشي حياة مرفهة أو تموتي متخيبة نشى وخلى ركبية كيت رعدو هاوي لي واش كين شي حد كيتحدى قتال حتى كان سمع عدنان قال يومنا اش كتديري هنا قلت عدنان بغيت نقول شاف عدنان مهما كان العين ما كتعلاج على الحاجب وهو يقول قولي لي يا مالك نقدر نعاونك واش شي حد تحدى عليك قولي قلت لا لا أنا جيت نقول لك بغيت نقول كنعتادر على البارح ما قصدش نعاملك بديك الطريقة وهو يقول واخا قولي لي يا مال هادك معاك وقلت لي هادك هادك بغاني نخدم معاه في شي فيلا بغان شي وحدة اللي تخدم وتكون ثيقة ولكن أنا ما زالك أنفكر وهو يقول بغيت نصيحتي سيري على الأقل تكوني خدامة بدراعك ماشي كتسعاي وتكوني في أمان ماشي في الزنقاء قلت لي ولكن أنا خايفة وهو يقول شوف يا يومنا ما كايش لغا يقدر يحميك في الدنيا إلا إلا حميتي راسك انتي وما تخافيش أنا ديما غا نكون في جنبك إلا حتاجي تيشي حاجة بقيت كنفكر في تكشي اللي قال لي يشف عدناي وقلت عنده الحق واش نبقى حياتي كاملة نطلب واش ندوذ حياتي في الزنقاء وتكون نهايتي بحال بزاف ماتوا بالبرد في القناتي وحتى واحد معاقبي هون دازت يومين في التفكير وما بينش ليسرشي قطر بقيت كنفكر بزاف حتى بانيها وقال عمدرا فكرتي شنو قررتي قلت لي فكرت أنا موافقة بشرط وهو يقول شرطي قلت ما يكون لا دم لواله ودوري غيقتاصر على أنني نجيب لك الأخبار وصافي وهو يقول ما تخافيش أنا غنكون معاك أهم حاجة هو الإخلاص وما تسوليش بالزاف وده بغي بده التدريب قلت لي إينا تدريب وهو يقول يا قلنا ما تسوليش بالزاف قلت واخا وهو يقول وما تخافيش غدت تبدل حياتك والجزاء ديالك غدتاخده مشيت معاه والتاني الواحد المحل الكبير ديال الحواج ماري عمري شفت بحل هاد المحل ادخلي ياسر ورحبو به ومشيت ندخل مورا وهو ما يوقفوني جا عندهم ودو وذني وقال لي هم رها معايا وكيما العادة بقى وكيخنزروا فيه وانا نخرج لهم الثاني وشديت في ياسر بحال شي درية صغيرة قالت البنت اللي تمها موسيو ياسر اش حب الخاطر اواه معروف وولا موسيو ياسر وهو غير قتال الفلوس شحال كتدير القيمة لبن عدم في هاد الدنيا قال ياسر شوفي هاد البنيتا انا بغيت هات تبدل تهلاي فيها اداتني محاها وبداتك تختارلي وتقيسلي في الحواجش في حواجش كانوا زوينين بزايف الله الله وليت واحدة خورها غير حيت بدلت شرالية بزايف ديال الحواجش خرجت فرحالة وانا هزاهم بداني الواحد الحمام عصري ونفس الشي دخلوني للصونة والمساج والحمام لو سخل جمعت حياتي كاملة حيت توفيه خرجت من ثم بيضة كنبري وحنيكاتي حومة والفوق كان صالون تجميل صايبولي الي يدينو الرجلين والشعر ودارولي تقطيعا والماكياش من اللي شفت راسي في المراية ما عرفتش راسي شكون هادي بزوينة بالزاف ومن اللي خرجت عندي ياسر بقى كيشوف فيا ومهدرش كنت كانت منه يقول لي شي كلمة زوينة ولا نعجبه ولكن لا بحالي لا كانت عنده مهمة ودارها اداني وركبت معاه في الطموبيل وبدك يهدر قال الجمال الخارجي مهم ولكن ضروري كنت مدك وضروري من القدرة البدنية قبل ما نقول ليك شنو تديري ضروري نعلمك كيفاش تدافعي على راسك إيلا حاط بيك شي خطر قلت واخر نمشينا لواحد الدار غريبة دخلني ومعايا شي حوايج شريته لقيته موجد في ديك الدار كل شي الماكياج والحوايج والمكلة وهو يقول هنا غدوزي خمستاشر يوم تكوني تعلمتي فيها كل شي ما عندناش الوقت وما كينش نعاس وانا نقول له قوي لي واش مشيت للعسكر ولا قال يومنا وقلت لي صافي هانا ساكتا خرجوت لتد البنات ووقفه في صف واحد وبقاو كي يشوفه فيها مفهم توالو شكون هادو وهو يقول هادو غي علمو كل شي بهذا 15 يوم مريم غت علمك طريقة اللبس والمشي والماكياج والإتيكيت دي الماكلة وكل شي باش ميبان حتى آتار بلي جيتي من الشارع قلت لي الله يسامح لي وهو يقول ما كان عايرش قلت ياسر علاش وليتي هاكا معايا اش هاد القصوة قال ما زال ماكمل هينت غت علمك القرية والكتابة وغت علمك الكمبيوتر والهواتف الدكية والإلكترونيات حيث غتحتاجيه قلت لي ايوا والتالتة وهو يقول هاديك زيلية غادت علمك الفروسية والرياضات حيث البوس أعزيز عليها الرياضة بالزاف قلت لي وانت اش غتعلمني قرم مني وإديهم وردها وشاف عينية بالزاف وبدون أي ردة فعل قال أنا غنعلمك كيفاش تدافعي على راسك خلاني سرحانة ومشا ابقي تابعة بعينية وهي تفيقني ديك مريم وقالت يومنا تفضلي معايا ديما كيجي الإنسان غير المناسب في الوقت غير المناسب دو وزق نهار مع مريم كتعلم فيها نتمشى بالطالون ونتلوه في المشياء بلا ما نضيح ايش هاد الظمر كيفاش كيتحملوا لبنات هاد الشي حتى هي فقصتها ومقدرتش نتحمل ووصل اللي وقالت لي يا بارك عليها فيت خوف مشات وعيت لي يا ياسر لقيت ومشد الطفلة دلاشة وقلت يا الماكلة وهو يقول آه الماكلة اليوم غنخليك تاكل براحتك من غدة كل وجبة غدت تاكلها مع مريم وغدت بقى تعلمك كيفاش تاكل راني عارفك فيك غالك وريشا هي اللي كتفكري بيها قلت ديك مريم لو كان محشمت منك كون تفتها وهو يقول علاش شنو دارتليك قلت النهار كامل وانا صابرة معها وفلاخر سباتني وهو يقول سباتك مستحيل الله الله قلستي مع البنت النهار خرجتي منها اسوأ حاجة ورديتيها كتسب وقلت له ومالش سبات فيه بنادم نقيه ولا ما نقيش راه كلهم بحال بحال دار ايده على خطه وبقى كيشوف فيها مديتهاش فيه وركزت في الماكلة داست مريم وهو يسولها مريم قالت لي يا يومنا باللي راكي سبيتيها من اللي ساليتو قالت له مريم كدو ما سبيت حد قلت لي ها سبيتيني قال ايجي نقول لك فوتنيك يا ياسر شنو قالت لي ياسر قال قولي يا يومنا باش حتاه يتعرف شنو قالت قلت قالت لي يا قالت لي يا غمضت عيني وقلتها مرة وحدا قال ياسر شنو وهي تقول مريم انا قلت استيد خو ما قلش هاد الهضرة لا ايمبوسيب تحكي ياسر وانا نقول ها هي عوداتها ما تقولش راني كدابة ياسر قال استيد خو كتعني هادشي بزداب بالفرنسية وهادشي علاش بغيتك تتعلمي وتقراني حيت غدا تسمحي بحال هاد الهضرة بستاذ وخاسكي تكوني فاهمها قلت له وما تضحكش علي يا صافي خليني ناكل وهو يقول سيري عمريم اليومة وصبري معانا قالت ما شي مشكي واخاسي ياتف بقيت خاشية وجهي في الماكلة وكل ما طلعت عيني كنشوف ياسر كيدحك عليها قلت له اضحك اضحك انت احي تقاري ياك حتى انتك انتي بحالي وهو يقول اه عندك الحق ضروري خس الانسان يتعلم ويدير مجهود قلت لي اغدا انتعلم كان وعدك وهو يقول ما زيان بارك عليك من هاد الماكلة ره لليل هذا واش بغيتي تباتي كتحلمي بالكوابيس ولا بغيتي تخرج ليك ديك الكرش وما تقول لي صالحة الوالو غايجري عليك الواس من النهار اللوه قلت لي ياك قلت لي ياه دا اخر نهار ناكل فيه وخليني ناكل قال اخر نهار ياهار بيصبر من عندي انا غادي النوط حسن ما تجيني شي جلطة اليوم ناضي من حدايا وقلت جلطة شنو هي واي ياسر شرب الشيح راه زوين وغايحيد هالي راه كيحيد الاسهال ما عرفت شمنين جاتني واحد الصندالة للراس قصحاتني وهو يقول هادي باش تسكتي وتسمعي كتار مكتعطي انتي باينا فيك غتشوهيني ماشي غتجيبيلي الاخبار نعست في بيت الزوين الله على راحة هادي اول مرة كان نعست فيها بعد اخر مرة من اللي ماتت موفاطنا ما كرهتش تكون حدايا دابة باشتدوزلي على شعب نعست حتى شبعت وفقت بكري قبل ما يجيوا دوك المسمومات مشيت للدوش ولقيت تماشي صابونات وشي شامبونات غير روايح ولكن توحشت لحمام البلدي مشيت كنقلب في الكوزينة وخديت الزيت البلدية ما لقيتش الحوايش لاخرين خرجته مشيت للسوق كان قريب شريت ملعى الطارة اللي بغيت وجيت ضغية للدار ذات حمام بلدي ما كنش كلقشقون يدخلني ليه وها انا درته في الطار المسخون وكل شي هو هاد درت الماسك وخليته ودرت الرغوة في دقيمة اللي في البالي وبداني النعاز قلت ياسر واشك تبغيني؟ قال اه كنبغي بقيت كنعود في سميتو حتى كنسمح فيقي وانا نقول خلينا هاك أحسن قال يومنا يومنا وانتي فيقي واتفيقي من النعاز وقلت ها فين انا ياسر اش كتدير هنا في الحمام خرج خرج شنبغي تدير بديت كنغطي في الجسم دياهي ولكن ما كان كيبان وعلو تقريبا في ذاك باملو اللي عامر بالرغاوي وقال لي ايش ندير شكون غايقرب عندك وانتي كتخلعي بدك الماسك اوف ايش هاد الريحة واش قتلتي شفار هنا قلت هادي الحلبة والبيض درتهم ماسك قال ودوك لي برو دوي لش جبتهم ليك ما حلعت ليك غير الحلبة الله يا ربي غن تقيب هاد الريحة شو فيك رديتي هاد الحمام خرجي ركت عطلتي الى البنات غن ضيعي النهار هنا اخر مرة نشوفك درتي هاد الحالة في راسك ولا غن علقك من دوك الودنين اللي ما كيسمعوش وغن حيدليك داك العقل اللي ما فيه هنفا وناكلو معرفيسة وراكيكات عارفيني بلا ما نعود لهدرة خلعني بديك لهدرة خرج وانا نوضغيه وصلت ديك الحالة خفت على راسي هادا قد تالوي ديرها ومشيت وبقاديك الصفريطة كتوريلي الكمبيوتر كيفاش نخدمه دوزت النهار معاها كتوريلي القراية ونهضر بالفرنسي والانجليزية كرهاتني في القراية ولكن عجبني الفيسبوك والواتساب بقيت غير كنصوني بيه على ياسر كيجاوب وكنصوني فيديو مرة وجوجو ثلاثة وبقا كيصوني وصافي وانا والو فرعت له راسو واحد اللحظة ما بقاش كتدوزليه صونات ومن اللي وريتو الاستفراتا ديالت لي يا راه بلوكاك ياسر بلوكاني حتى انا مبقيتش خدامة وهو يجي وخنزر فيها قلت له ما لك انت اللي بلوكيتيني وباش بغيتين وصليك الاخبار وهو يقول بلوكيتك دابة حي تمرتيني على الله تديري عقلك انا الى درتي لي يا هكا في الخدمة غادي نجي نقجك ونتهنى منك قلت لي صافي انا ساكتا ملقيت على منصوني غير حققتان وهو يقول هاد القتال دابة غا يدير فيك راسو الى ما سكتيش يا ربي ايش شنو اللي مصبرني عليها ما كنتيش كتبانيها كنهار اللول يا لاطيف دوزت النهار مع الصفر ايضا هادي عندها الخاطر ماشي بحل اخرى وصل لغضاء ولقيت ديك مريم كتسنة فيه بدأت كتعلمني الماكلة قهراتني وخلاتني بالشوع واش الاتيكيت هو يبقى بنادم بالشوع اوف غفلتها وانا نهز الخبز ودرته في جيبي ماللي كملت نط وبديت كناكل في ذاك الخبز حافي حتى حصبني هاداك اللي على بالكم ما عرفت شمنين كي يخرج لي قال وانا نقول له مالي انا نبقى بالشوع راني ما كليت والو وبديت كنت بوحط وكنت نخصص عليه حتى بقيت فيه وهو يقول يومنا هالكوزينة سيري تاكلي عمري الكوريشا بشرط في الحصة ديالاتيكيت تلتازمي قلت متافقين يخليك لييا هادس دي وهو يقول الله يعطيك العقالة يومنا رجعتك القرمحة الأخرى تعلمت غياء داكش ديالأجهزة الدكية ياريت القرية كلها هاك خلينينا من داكش ديالاتيكيت الحياة هي الفيسبوك والواتطاب دو وزت نهار زمهين وصلنا عشاء ووقفات لي يا ديك مريم بحال شي جن كتوريني تاني وكتقول لي كولي بالفرشات والموس مالي علاش خلق لي الله هادلي دين كان بغي نغوة عليها ونقول ليها بعد عليا ايش من ايتيكيت كان القصدي السيد كيخندر فيه وكنتفكر ودنية وعقلي كان شي حد كيش ضد ضد معك التالي وبقيت بالجوح والتالي مشات ديك خيتي وانا نطلع من الهز وعصافير بطني كتزقزق بقيت كنتقلف ديك الناموسية وانا لقى ياسر كيعيط عليها بقيت كنتقلف ديك الناموسية ومن اللي نزلت لقيته مجد الماكلة فرحت بحال شي دري صغير نقصت على ديك الماكلة قيت كنصرت ما طلعتش النفس وهو يقول ايش هاد شي تسونامي البحر كيفيد علينا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد انا رسول الله عطق الروح عباد الله حتى كان سمع مالكي يومنا فيقي مالكي قلت فين هو تسونامي قال ياسر واش انتي كينشت تسونامي قدك بغيت يفيد ليك داك العقل هاللي قلنا بغيت كتعمري في ديك الكرش حتى سدات ليك العقل بقيت نعسي خفيفة يا هاد الويلة يا ربي صبر مشاء وخلاني او ويلي هادا كان كيشوف فيا وانا كان هضر للنعاس تشوهت دابا ما عداش نبقى نعجبو يعني ما غايتلوش بيا يعني غنعنس وغنشرف وانا بوحدي وغنموت بالبرد في شجار دا عموية بقيت كنخمم هاكاك احتداني من العاس الغد ليه فقط بكري بدلت حويجي وقلت ندير عقلي بغركة من هات الشوها مشيت وفطرت معديك مريم بالعقل وياسر كيشوف فيا ومستغرب قال الله يدوم عليك العقل درت ابتسامة خفيفة باش ما نخسرش الرأي دياله فيا جاديك سيليا ولا سيلينا ولا معرفت اسميتها ومشيت معها هنديرو الرياضة قالت لي يا نركب حالها على العود جاني كبير كيغان ندير ووراتني فين نحط رجلي ونطلع اطلعت فوقه وانا نطيح اي دراعي اي كنموت الدم الدم خارج مصارني جا ياسر كيجري وقال مالكي فين كيضرك قلت لي شكون انت وهو يقول قاوي لي واش فقدتي الداكرة قلت ياسر دعيتك الله لهات التمارة اللي طيحتيني فيها وهو يقول وانوضي باركة من تبوحيت ولا عرفتي اش غيجي كمليح قلسي وتفرجي في الناس قلسني وناد ركب قلسني وناد ركب على العود اما انخرا ركبات على العود ديالها وبقاوك يديروا السرق قدامي وبقاوك يديروا السرق قدامي غادين جايين وانا عيوني غير على ياسر الله شحال تمنيت يركبني معاه ويدور بيا ويقول لي يا حبيبك نبغيك غمت عيني وبقيت كنتخيل حتى كنتسمح يومنا قلت نعم وهو يقول اجي الدور ديالك قلت يا غتركبني معاك وهو يقول لا غادت ركبي بوحدك وقيله طحتي ركي عارفة اش غندير ليك قلت عرفت صافي ودرت ايدي على ودنيه ورازي شفت فيه حبس الضحكة ومشيت وعاوني ركبت ابقى جار دك العود وانا غير راكبة جاب لي يا الله بحالش عروسة بلدية احساس زمين شوية هو يعطيني الحبل ديالي العود وقال لي يا حبل شوية هو يعطيني اللجام ديال العود وقال لي يا الله شديتو انا مرعوبة شوية بدى دك العود كيتمشى بالزربة وانا كنغوت واقفوها عباد الله وهو غير مزايد كيشري طلقت من دك الحبل حتى بانت لي يا سما شوية بدى والطيور كيدوروا عليا وما بقيت كنشوف والو حليت عيني ولقيت ياسر عند راسه وكيدوذ على شعري قلت حصلتك يا العفريت اشكى الدير خلعتوه هو يحيدها قال والو قولي لي يا واش حماقيتي علش طلقتي الحبل راه الخيل انت اللي كتحكمي فيه ماشي العكس قلت عافك يا سر خلينها منه ما بغيتش نموت بسبابش يحود ماشي مشكيلي لما تعلمتش الخيل وهو يقول ماشي مشكيلي الخيل ومعليش الايتيكيت ديال الماكلة وحتى القرايا بلاش والموضة بلاش اشنو رأيك نديك عندو بصيف تقتل لا بحسن غاتعجبي حسيت راسي بحلي لخشى لي موس في قلبي واش كل مره يفكرني باللي انا غير متسولة كل مره يعيرني بيها احتى هو قتال وعمري ما قلته هالو سكت وحنيت راسي مهدرتش احتى هو سكت شوية وطلع لي يا راسي بإيده وقال سمحي لي يا انا مقصدش نجرحك احتوا حد ما كيختار كيفاش تزاد اهد احتوا حد ما كيختار فيني تزاد هاداك ماشي دنبك ولكن عافكي عونيني عافكي انا اللي كان طلبك انا اللي مزاوغ فيك قلت صافي صافي تعلمتي تطلب حتى انت اضحك وقال من عاشر قوما صار منهم ديز دك النهار وقررت فيه ندير عقلي تفكرت هادرت عدنان من اللي قال لي بللي الفرصة كتجي لبنادم مرة وحدة في حياته وخاصه يستغلها وباللي انا هادي هي الفرصة ديالي باش نتغير ونولي انسان ونعيش حتى انا في هدى الدنيا ماشي مهمة معامل انا كنت غاف الزنقة عايشة مع ناس اكتر حقارة شنو فيها الى دخلت المافيا ولا تعاونت مع قاتل مأجور شنو فيها قاع وبديت كنركز وياسر عجبو الحال درت مجهود كبير باش نتبتن وفعلا دازو ليام ووليت وحدة اخرى ياسر قال لي باللي كان متأكد مني ومغا يمدمش حيتختارني انا وجال وقت باش تبضى الخطة اللي هي ان ياسر غايخبرهم عليا وباللي قلب عليا ولقى انني دكي يوم وطوق فيها دازو تلت ايام كانت سنة اشارة مني مش فتوش فيها اليوم الرابع جات عندي مريم وقالت لي يجا الوقت باش نمشي وانه خاصني نكون واطقة من نفسي حيث هاد الناس ما معهمش اللعب ودعات معايا بالتوفيق اول مرة كنعرف بلي هاد البنت عندها قلب ومشيت للعنوان المعهود ولقيت واحد لقصر كبير وكله رجال الباسهم رسمي وكحل ولابسين اندادر باين عليهم البوديغارد المندر كيخور مشيت بخطة واطقة وهدرت معهم وقلت ليهم عندي موعد مع الباص غير قلتها وهما يتلفتوا عندي كلهم بحال لي لا خلعتهم بديك الكلمة جاء عندي واحد منهم وقلبني بواحد الماكينة دوذها علي وقال لي دخلي تبعتوا ودخلت في ذاك الأقصر الوازع وعمري في حياتي ما شفت هاد الشي قلبي كان غادي وقف وفي كل بلازة كان رجال ضخمين وشادين لقلاب دوك الكلاب كيخوفوا إلى الطلق علية مشيت فيها ناري ايش جابني لهنا صافي انا مشيت فيها انا ميتة لا محالة بقيت تابعة داك القلدة حتى وصلنا الواحد الطبلة كانت حدالة بيسين بل يا ياسر واتطلقت شوية كان واقف حدى واحد الشارف اغليت ناري على كرش قداش فاضع للكرسي اللي كان جالس عليه حسيت الكرسي كيطلب الشرع منه في ايده كانت كانيشة صغيرة كيلمس شعرها باينة من شوفات ديالها مسمومة وعلى الطبلة كانت قرعة ديال الويسكي كانت مريم عرفاتني عليهم كلهم من اللي وصلت خديت نفس عميق ووقفت عنده قال ليه مرحبا بك شنو اسميتك قلت ليه مارسي موسيو انا لينا قال لينا انتي دوينا بالزهف قلت ليه شكرا هاد بو كرش بو عيالات ما كرهتش نشنق عليه دابا بقى كاي عبرني من ساسي لراسي وانا واطقة من نفسي وواقفة ورافعة راسي مرحبا ق Belle شكرا ترجمة نانسي قنقر